السلام عليكم شحمن واحد عجبه زينه وتغاوض جبر احتجه بها فراسهم والحال ينطبق على ديكول سطات اللي كيلقبوه بصفاح الوسيم كان متخصص في تغريب العيالات واستدراجهم باش يمارس معهم ومن بعد كي يسفيها ليهم بدمين بارد والضحايا ديها الوصلو ثلاثة وواحد الفرملية نجات بحياتها وهو الدربان في سطات زاد في الف وتعمية وسبعين عاش مع امه اللي طلقها اباه وهو ما زال فكر شاو قرى في مدرسة التوحيد حتى الخمسة ابتدائي من اللي خرج من القرية وبريقلب على سبول العيش ديالو مخلا مدار بدها بمساعدة واحد سيكليست وشالها ببيع الخردة السيد ما القرصو احتفش حاجه وفتش خدمه كان الطموح ديالو كبار من ديك الدرهم القليل اللي كي يصور وتمك قرر في الفين وثلاثة باش يهاجر للمدينة بشاف اللي والاقادير ومن هاللمراكش وخدم في الفلاحة قبل ما يرجع للسطات وعقبه عفوان وعقبته لبلاده ويعاود يبيع الخردة وتمك بدأ المصار الإجرامي ديالو تعرف هشام على شي منحارفين فتح فوجه باب للنحيرث بدأ يشرب الشراب قبل ما يصبح مدمين عليه حتى الطب الرباح وراس المال بشكل ما بقاش لي حتى باش يخلص لاصل حيث على فكرة كان كي يدير الملاكمه كمان الأجسام الفلاس ديالو ما تحدش عند السكرة والتعربيد سيد عجبو زينو بدك يفكار يطيح العيالات واحد الفرملية كانت أول ضحايا ديالو من اللي يتبعها وشدها بحي المجازر في السطات طبعا كتبع لها وقليها باللي هو وراه بوليسي قبل ما يجرها للخلاة ويتعدى عليها وهمها باللي هو بوليسي وبيل لها شي كارت مخطة بالحمر والخضر وهي في الحقيقة غير بطاقة انخلص ديالو فلاصل فرملية مسكينة تعدى عليها صحة ودى لها فلوسها وخط قدمت بشكاية ضده البوليس مستطعش يوصل ليه في وقت قياسي حتى دازل الوقت والتعتاق الوتدان بعامل الحبس عدم الاعتقال ديالو في حينه جعلوه يتامادة السيد تلقى كيفاش يشبع الرغبة المكبوتة ديالو وحجة وزيارة يغتاصب ويسرق اللي كيتعدى عليها هذا شي قبل ما يلقوا البوليس شي جوتة ديال البنت متحللة في 11 فبراير 2007 حدث كخلف مدرسة بيال انظران وهنا بدأت قصة وحكاية واحدة اخرى البوليس داروا المعاينة ورفعوا البصامات وتعرفوا على الضحية وكانت طالبة خريجة مع هذه التكنولوجيا التطبيقية كانت تختم في معمل ديال الكابلاج وكانت اختفت قبل تسعة ايام من العثور عليها وعائلتها بالغادة بالاختفاء الغامد ديالها قبل ما يلقواها ميتا في كلغز الجريمة تحتل شوية قبل ما يفق ناس سكنين في طريق كازا حدا مقبارة سيدين النون بالغوبية على خبر صادم واحدة اخر جوتة اخرى لقوها تمك بعد ثمنية من العثور على الجوتة الاولى لعامية الكابلاج كانت تحتها مع الرية من التحت ما يؤكد الاغتصاب ديالها قبل القتل ديالها حتى هذه تعطل البحث فيها واخر المجهود اللي بدلت الضابط القضائيا قبل ما يلقوا جوتة تالي تنهار 11 مارس 2008 هاد الشي او هاد المرة البنت جديدة لقاها بها مقتولة في حفرة وصل الشجار خلف المنطقة الصناعية غرب الطريق كيسر وهنا بدت الشكوكة تروض البوليس يقدر يكون نفس الشخص هو اللي يرتاكب هاد الجرائم بثلاثة خاصة ان البناز تعرضوا الاقتصاب قبل القتل ديالهم فكلغز هذه الجرائم بدأ من التليفون ديال واحد الضحية الوكيل العام امر بتعقوب كل مكالمة الهاتفية الواردة والصادرة عند الرقم ووزتها مع ذلك دار تقرير تب بيأكد باللي مستخلص الحمض النووي المتعلق بهشام ونفس الحمض اللي ترفع من فم جدة الضحية وهنا نكاشف الخيط الابيض من الخيط الاسود اللي في كيلوز هذه الجرائم السيد كان يلا خرج من الحبس بعد ما دووز عام فيه لتورطه في قضية اختطاف واحتجاز وهاز كعرض الفرملية كما قولنا بعد ما وصلوا له البوليس وتعرفات عليه وخط حبس ما تابش رجع للنفس العمايل وهذا المرة كان اكثر شرصة وقتل ثلاثة ديال الارواح بالسافة ديال المعطيات كانت تقول باللي هو القاتل هالثلاثة ديالبنات ومنها نتائج تقرير اللي داروا المختبر الوطني الشرطة العلمية بكازا والتليفون ديال واحد ضحية اللي يلقاوه عنده أثناء تفتيش دار جده اللي كان عايش معه وامه أمام هاد المعطيات مالقاش سفح الواسيم من ملاذ غير يعترف بكل شيء وتفاصيل إرغام الضحايا الثلاث على مرافقته قبل ما يعتاد عليهم جنسيا ويسرقهم ويسفيها لهم بطرق بشعة كان يمارس عليهم اللور ويسرقهم حيث البلايس اللي كان يختار فيه في يديهم عفوان لا طال يطير فيها ولا وحشا يسير نخلاو القفار هذا شيء قبل ما يخنقهم بعد إشباع الرغبة ديالهم السيد كان واتق من نفسه وهذا الشي اللي بان من اللي عيطه للبوليس في المرة اللولة من اللي لقوا الجودة الأولى ديال عاملات الكابلاج والروه صورتها قال له ما كان عرفه هاش والدولة جزء من اللعاب دياله هو اللعاب اللي الدولة المختبر وبان باللي هو نفس اللعاب اللي فهم الضحية مسكينة اللي غصفها في حياتها وهي والجوج الآخرين ثلاثة ديال الضحايا صفها لهم ووحد الفرمليان جات وقضاء بسببها عامل الحبس لكن العقوبة في المرة الثانية كانت أشد حيث ماشي سهل الشي اللي دال ثلاثة ديال ابناء تضيعهم في حياتهم والله يرحمهم هاد المرة تحكم مستيجن مدى الحياة اي المؤبد مازال كيدوزوا هكدا انتهت قصة الصفاح الواسيم ونتمنى نكونوا فينا بالمطلوب بعيدا عن الإطارة ودومتم أوفية لقناة موروكون كريم تيفي الجريمة المغربية وما تنسوش للشارك فيها بالنسبة للذين لم يشاركوا وبالنسبة للذين شاركوا من قبل أن يسجلوا ويؤرخوا لمرورهم بالقناة بتعليق أو إبداء ملاحظة وشكرا على تتبعكم واهتمامكم بما ننشر وإلى لقاء آخر